الموضوع ده هنخرج منه كلنا بشوية مفاهيم احترافية للأسف لازم تكون موجود عندنا انه اولا اللاعب من حقه في نهاية حقده وانه يفكر في مستقبله ويفكر في اتجاهاته بنا تمنا انه يبقى فيه نوع من العلاقة الطيبة واللي بينه بين النادي وجماهيره واللي تخلي انه كل طرف يقرب من التاني خطوة يعني ايه يقرب من التاني خطوة يعني انا اضحي بشوية كنادي واللعب يضحي بشوية مقابل انه بيكسب مستقبل وما كانه عند الجماهير نتمنى كابتين احمد فتحي محدش يعني يغضب عليه ومش عايزين تعليقات سلبية في هذا الموضوع وخلصنا على كده ربنا وفقه في الاتجاه الورا يحلو وبإذن الله النادي الاهلي ما هو هو يعني انا بقى الرب بعد اللي عايب يقولك الاهلي ما يقفش على حد قصدي بديهية قصدي بديهية البديهية ان اللعبة موجودة والبدائل موجودة والعجلة بتدور والعجلة بتدور لانا ما قفتش عند المع نجوم العالم لما بيسيبوا نواديهم صحيح يحصل كابوات وتقوم كابوات وتقوم وقد لا يحدث كابوات وبإذن الله مش هتحصل في النادي الاهلي فنتمنى كلنا ناخدوا امور بهدو وديني حللت الامور كما قرأتها ترجمة نانسي قنقر